نروح لملعوبة النهاردة عندي واحدة من التلاتة جلد عدد كبير اوي زي ما دعيت ليكم من انتو تبعتولنا على صفحاتكم مساء نور اقترحتكم الملعوبة هنقولها بالاسم النهاردة عندي ملعوبة هقولها اخر واحدة وهقول اسم اللي بعتها ناخد الملعوبة الاولى بعد طبعا اصابة المفاجأة لسعد سمير وتأكد غيابه هذا الموسم بالكامل عن صفوف النادي الاهلي ولم يبقى من المدافعين في قلب الدفاع في النادي الاهلي الا رمي ربيعة وايمن اشرف بالاضافة طبعا لللاعب محمود متولي اللي لسه راجع من الاصابة مع الوضع في الاعتبار ان ياسر ابراهيم لا يشارك بدأ كابتن محسن صالح ولجنة التخطيط تعاود مرة تانية الحوار مع فيلر لانه كان رأيهم من البداية ان هم محتاجين مدافع فيلر قال لك لا انا عايز مهاجم قالوا له طبعا انت جبت كهرباء مهاجم قال لهم كهرباء مش مهاجم بعد ما حدث من تطورات واصابة سعد سمير اعتقد ان لجنة التخطيط اصبح لها اليد العليا في الاختيار هل سيتم الامر بمدافع ام يصر فيلر على المهاجم ملعوبة ابراهيم عثمان رئيس مجلس ادارة النادي الاسماعيلي هو دوما النادي الاسماعيلي مقتنع ان المدرب المصري يستطيع ان يحقق نتائج ايجابية مع النادي الاسماعيلي وخير دليل على هذا رحمة الله الكابتن شيحتة والدوري العام مع الاسماعيلي ثم الكابتن محسن صالح ونفس الوضع مع النادي الاسماعيلي ومن هنا بدأ المهندس ابراهيم عثمان يتحدث مع ادم السلاحطار ومحمد محسن ابو جريش قال لهم لو قدرتوا تتخطوا دور التمانية وتروحوا دور الاربعة في البطولة العربية وقدرتوا تحسنوا من موقع ومركز النادي الاسماعيلي في مسابقة جدول الدوري العام في هذه الحالة سأفكر جديا في ان انتوا تفضلوا انتوا الاثنين موجودين الى نهاية الموسم بهذه الفكرة بيضمن ابراهيم بي عثمان ان يذهب الى دولارات البطولة العربية ويوفر دولارات المدير الفني الاجنبي المقترح ملعوبة الملعوبة التالتة ودي جت لنا من المستشار جمال رمضان رسالة قال بعد النتائج الصعبة والمتردية جدا والوضع غير المناسب للغاية في بطولة الدوري العام وفي المركز المتأخر في المسابقة نتوقع جميعا ان نشاهد الكابتن احمد حسان ميدو والكابتن طاري احيا في الاستوديوهات التحليلي ملعوبة ملعوبة ملعوبة